الأمم المتحدة بصدد تحويل الشعار عدم التسامح مطلقا إلى واقع إذ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جويترس إنه لا يتسامح مع أي شخص يرتكب الاستغلال والانتهاك الجنسيين أو يتغاضى عنهما ولا يدع أحدا يتستر على هذه الجرائم تحت علم الأمم المتحدة وزعم مسؤول رفيع سابق في الأمم المتحدة أن موظفي المؤسسة الدولية ارتكبوا الألاف من حالات الاختصاب حول العالم وقدر المسؤول وقوع ما يصل إلى ستين ألف حالة اختصاب على يد موظفي الأمم المتحدة في العقد الماضي